اشتركوا في القناة حرارة تبقى عالة من المعدلاتين مثل هذا الوقت من العام ايضا درجات الحرارة تكون صيفية اقرب للصيفية منها الى الخريفية تقص حار نسبيا في عموم المناطق يكون حار في منطقة الاغوار والبحر الميت وايضا في منطقة العقبة والمنطقة الشرقية ساعات الليل تصبح الاجواء اكثر اعتدالا نوعا ما خاصة في الجبال والسهول تميل للدفئ نوعا ما في منطقة الاغوار والبحر الميت والعقبة يوم الاثناء بإذن الله ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى الاجواء حارة نسبيا الى حارة في عموم المناطق درجات الحرارة اعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام ايضا درجات الحرارة ليلا تكون معتدلة في اغلب المناطق لكن تميل للدفئ في منطقة الاغوار والبحر الميت والعقبة اعتبارا من يوم الثلاثة بإذن الله تبدأ الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بالانحصار بشكل بطيء تنخفض درجات الحرارة قليلا لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا درجة حرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام لكن خلال ساعة الليل تعرف انخفاض ملموس حيث يسبح الطقس ماء للبرودة في عموم المناطق يوم الأربعاء تواصل هذه الكتلة الحارة بالانحصار والتراجع عن المملكة تنخفف المزيد من الخفاض بيتوقع أن يسجل يوم الأربعاء لكن تبقى أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن الطقس يصبح خريفي معتدل بشكل عام خلال ساعات النهار لكن يميل إلى البرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل يوم الخميس أيضا درجات الحرارة تنخفف قليلا تصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل في عموم المناطق درجة الحرارة تسجل المزيد من انخفاض خلال ساعة الليل يصبح الطقس بارد نسبيا يستدعي لبس ملابس خريفية أكثر دفئا خلال ساعة الليل المتأخر خاصة والصباح الباكر يوم الجمعة بإذن الله أيضا تستمر درجة الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام طقس خريف معتدل في عموم المناطق ترتفع نسبة الرطوبة خلال ساعة الليل المتأخر وتتشكل الغيوم المنخفضة والضباب فوق الجبال العالية بينما خلال ساعة الليل تنخفض درجة الحرارة أيضا ليكون الطقس بارد نسبيا في عموم المناطق إلى هنا تنتين نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة